أبرز المبادرات اللي موجودة في المحافظات المصرية بتدعم قصة البرمجة وقصة تمكين الشباب تكنولوجيا عندنا المبادرة الأبرز طبعا طور وغاية والمبادرة دي شغالة بقالها تقريبا 8 سنين أو 6 سنين وطور وغاية بتشتغل مع المنظمات الأممية المختلفة ولينا شركاء دوليين بنشتغل فيها تاني حاجة كمان عندنا مبادرة بتعمل ايه طور وغاية؟ هي تدريبات تأهيل للشباب أولا تأهيل لسوق العمل وفي موضوعات البرمجة المختلفة فيما يتعلق بأيه التدريبات دي؟ البرمجة المختلفة سواء اللغات البرمجة وإن هو إزاي يعمل أبليكيشنز إزاي كمان نادة الأعمال وإزاي يقدر يخلق خلال سوشيال ميديا موجودة في كم محافظة؟ في كل المحافظات إحنا عندنا طبع وغاية موجودة في كل المحافظات وشغالها بشكل دائم وفي روز أمينها كمان أولاين عشان لو في حد عنده مشكلة في التورد بشكل دائم في البامر التدريبية دي تاني حاجة بصدر إطلاق برنامجة هام جدا بيقدم عليها إزاي؟ أولاين بيخش على صفحة الوزاعة اللي ما عندهش الإمكانية دي نهو يقدمها أولا توره الأول بمركز شباب وإن هو ما يريد سجل في طبع وغاية وهو يسجلوله وهي سجلوله ويجد روة مركز شباب كمان الأجهزة أو المعدات أو الحاجة اللازمة أنه إذا يخش يأخذ التدريب ده وقت سواء لو ما عايفش يوصله مجاني مجاني؟ مجاني حاجة كل خدماتنا مجانية تاني حاجة عندنا برنامج جينيو أكاديمي وهو منصة شباب بلد وهي برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة وهي عدد من الشركاء المحلين والدوليين ومتعاون مع وزارة التعاون الدولي وبنشتغل على الجينيو أكاديمي دي نحن بنجمع كل اللايسنز أو الشهادات أو الاعتمادات الدولية في موضوعات خاصة بالبرمجة والديجيتال الأخمنة في مكان واحد أنه يخش يأخذ الدورات اللي هو عايزها بشكل مجاني تماما وحاليا بنعمل إنشاءات داخل مركز الشباب لمعامل متقدمة شوية عشان يقدر يأخذ فيها التدريبات دي حتى لو هو ما عندهش الإمكانية وبنشتغل أشغلين دوقتي أعطيتها بايلوت ميداني للإطلاق بالإضافة كمان للأونلاين في القاهرة وأسوان وفي محافظة ثالثة إن شاء الله في سيناء هيبقى فيها الإطلاق دوات بشكل قريب جدا تلت تجارب يعني تلت تجارب ميدانية زي نعم المعمل لجينيو أكاديمي هي اسمها جينيو أكاديمي يعني الشغل الأونلاين ماشي جنب بجنب مع الشغل اللي بيحصل جوه لغة الأرقام كم واحد قدم وكم واحد استفاد إحنا عندنا في السنة بنقدم تقريبا 350 برنامج في الوزارة 350 برنامج برنامج ده بيجي تحتيبها عشرات ومئات الأنشطة وهو البرنامج بيجي فيه عدد من الأنشطة متنفس في المحافظات كلها فإحنا لما نقول علاقة الأرقام إحنا في الوزارة عندنا في سنوية ممكن المستفدين لو تدابات رقمية فقط وعداد لسوء العمل إحنا نتكلم في 3 مليون 3 مليون ونص دون رحولكم فعلياً ولا ده المستهدف لا ده خلال السنة اللي فيت أقول لكم أخذ أقام تقفيد السنة اللي فيت اللي رحه فعليا بالضبط 3 مليون بالضبط 3 مليون تستفادوا من التدابات بتاعتنا للشباب وكان الرقم بتاعنا 3 مليون هو أعلى رقم في منطقة الشرقة الأوسط وشمال أفراق